والسؤال ده يعني هسأله ليكم انتو الاتنين ليه احنا عندنا منظومة رياضية مش على نفس يعني النسق بتاع المنظومات الاخرى عندنا كرة اليد وكرة السلة وكمان الطائرة يحتمل ممكن مثلا الطائرة متبقاش نفس قوة السلة واليد كشعبية لا المتكلم كمنظومة كنجاح للمنظومة احنا مسيطرين على البطولات الافريقية تقريبا بقلنا سنين سواء الاهلي او الزمالك على كل البطولات يعني ليه احنا في المنظومة عندنا منظومة الكرة في مصر مش على نفس الاحترافية في التفكير في الممارسة لو جينا قررناها بالمنظومات الاخرى هل نتكلم على رياضات الجماعية بالضبط هناخد مثلا انجح الاتحاد في مصر خلال اخر ممكن خمس سنين وهم اتحادين اليد والسلة والسكواش كبير الاسكواش كالتحاد ناجح كلاعيبة اداريا في مشاكل برضو اداريا برضو في مشاكل لكن انت كلعيبة انت متسايد لا انا يهمني النتائج بالضبط يعني انا كسكواش احنا مسيطرين رجالة وسيدات على كل البطولات من سنين بالضبط العالمي لنا تمام فانت القصة في الكورة ان الكورة يعني دايما بنشوف انها ملهاش سياسة موجودة زي الاتحاد التاني لا الاتحاد التاني بيقول لحضرتك مثلا انا هقلل انديت الدور اليد ليه انا هدل انديت دور اليد في اليد مثلا انا عايزه 14 نادي انا عايز المنافسة اللاعبة مهلكهمش يظهر عندي افضل 14 نادي افضل 20 لاعب في كل فريق ما عايز غير محترف واحد تمام انا مش عايز غير معترف عشان خاطر اهد اللاعب المصري فرصة انا هقول حاجة احنا جبنا في الاندية افضل محترفين في اوروبا واخدين بطولات عالم واخدين بطولات كبيرة او بطولات اندية في بطولات اوروبا في الدور المصري ما عملوش حاجة اللاعب المصري لاعب عليهم في اليد اللاعب المصري لاعب عليهم يعني مثلاً أرؤل نانتس كان جاي من دينامو بوخرست الروماني ولعب ليسي فيه كبير ولعب في الدوري الفرنسي والدوري البرتغالي والروماني ومشاء الله لعب من الأسماع الكبيرة جاي في مصر مفيش أعد دكة أعد دكة للعاب المصريين الناشئ كان بيبدل عليه اللعب الناشئ بتاعنا منتخب 2002 كان بيبدل عليه في الهندبور ما هي دي هي دي النقطة بالزبط وأنا دايماً من ساعة ما كارسة 2018 والخروج المهين في كأس العالم 2018 كنت بقى قنادي بي يا جماعة المنظومة لما بيتم إصلاحها من قواعدها من الشباب شبابهم صغيرين يعني ما تكلمش شباب 20 سنة و 25 سنة دول عواجيز أنا ما تكلم على 15 حتى 13 و 12 سنة لو احنا اتكلمنا لو احنا ركزنا مع الناشئ ده بشكل كبير جداً سواء كان التركيز معاه بدنياً فنياً نفسياً طربوياً يبقى فيه منظومة كده بتخرج ناشئ رأيك ايه في نفس السؤال مقارنة منظومة الألعاب الجماعية لعابة الأخرى مقارنتها بكرة القدم بكرة القدم تحديداً كرة القدم النسائية يعني خلينا نتكلم بقى في السنين الأخيرة دي كام نادي كان موجود في دور ممتاز وانسحب طب انسحب ليه؟ ما فيش موارد ما عندوش موارد ما عندوش دخل اتحاد الكرة ما بيوفر لهوش الدعم المادي ما بيوفرهوش الدعم المعناوي يعني يمكن حاجة مضمن مثلاً الحاجات اللي كانت السنة اللي فاتت عنديها كتير ملعبتش موارد شاطة ملعبتش موارد شاطة ليه يقول لك ما معيش فلوس اجيب عربة الاسعاف تيجي الموارد طب عربة الاسعاف كام؟ يقول لك والله الموارد الواحد بقى 1250 جنيه طب كلمة من اتحاد الكرة طب اديني دعم طب اديني فلوس يقول لك والله ما فيش دلوقتي انا عندي مثلاً فلوس هدخلها لي مسابقات التانية مثلاً على سبيل المثال للرجال يمكن الكرة النسائية ودي معلومة ناس كتير ما تعرفهاش فيه دعم بتصرف للكرة النسائية سنوياً من الاتحاد الدولي ويمكن على كل منتخب عندك في مصر بتصرف له 75 ألف دولار لو عندك ثلاث منتخبات انت بقاك مبلغ كويس بالاضافة الى ان انت بتاخد كمان 75 ألف دولار لو عندك دوري منتظم ده الدعم ده بشكل مباشر للكرة النسائية وللاتحاد الاتحاد الكرة بياخده للكرة النسائية ان هو مفروض ان هو يصرف على الكرة النسائية او جه الصرف او جه الصرف انت مفترض بتصرف على المنتخبات اللي بتشارك سواء فيه تصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا او تصفات المؤهلة لكاس العالم بالاضافة الى انك انت بتاخد كمان تمام منح من الاتحاد الدولي خاصين بكرة القدم النسائية على سبيل المثال مثلاً ادوات او معاشكرات خارجية بتتعامل في زيوليغ في سويسرا كان في مارس اللي فات كان فيه نفس المعاشكر ده بيتهم على طول بالاضافة الى انك بتاخد خمسة وسبين الف دولار لو عندك بطولة مستمرة او بتتلعب بشكل منتظم لكن للأسف الاندية ما بتاخدش ده او الاندية ما بتاخدش الدعم المادي فلما بيجي نسأل طب انت انسحبت ليه يقولك انا المباراة الواحدة مثلاً بتكلفني خمسين الف جنيه ثم اني انا ما فيه دعم ما هو ما بتصرفش يعني ما بياخدش الدعم لو خد مرة الدعم ما بياخدوهش تاني طب بتيجي تسأل مثلاً تعاد الكرة يقولك ما فيش فلوس اكتر من مرة طب تيجي الاندية تنسحب طب انت انسحبت لي يقولك انا المباراة الواحدة مثلاً بتكلفني خمسين الف جنيه فعلى مدار السيزون انا بدفع مبلغ وقدره من اتحاد الكرس راح يرد يعني على النقطة ديش النقطة ديان مهمة جدا